اشتركوا في القناة ومنها ظريف شعراء ولكن ظرفاء لان فعلا فيه لون من الشعر جميل مبدأ لقى اعجاب كثير من المستمعين وعشاق الشعر بشكل افضل وعطالها ميزة على الساحة لكن لو تكلمنا عن الشعر بشكل عام هو احد مظاهر الفن الواجب فعلا ان احنا نسلط عليها الضوء بشكل كبير سواء كاعلام او كحتى ادباء او مثقفين لازم ان احنا يكون عندنا من حين للاخر استضافة كده لبعض الشعراء اللي فعلا اثروا هذا المجال بشعريهم وبكتاباتهم الجميلة عشان كده النهاردة مشرفني قامة فنية شاعر بقاله اكتر من 28 سنة في المجال عاشق لشغلته في المقام الاول لكتاباته لشعره اللي بيسمى بيه الشعر الحلمانتيشي وهو الشعر الساخر اللي مجمع بينا اللغة العربية الفصحة وايضا اللغة العامية ما يلقى ربعا اعجاب المستمع فبرحب بضيفة العزيز الشعر الساخر الاستاذ ياسر عطامش ورحب بيك يا فندم متحاة لحضرتك كل سنة وحدك طيب كل سنة ومطيبين انا بس في رمضان بيبقى اسمي ياسر عطايف مش ياسر عطايف كل سنة وحدك طيب يا فندم دايما يعني لما نتكلم عن شعر الحلمانتيشي واعتقد اخذ برضو فترة كده يعني مسيطرة على الساحة الفنية بشكل كبير جدا ولكن خلينا نتذكر المشاهد يعني ايه الشعر الحلمانتيشي هو زي ما انت قلت كده هو الشعر بيمزج يعني ببساطة بيمزج بين الفصحة والعمية وبيلتزم بكل قواعد الفصحة يعني الوزن القفية قواعد اللغة لكن يفاجأك انه هو بدخل كلمة عمية شطرة عمية ممكن بيت كامل بالعمية فالمفرقة ما بين ان انت بتسمع الشعر الفصيح وبين تتفاجئ بحاجة عمية بس تكون متوظفة صح وجاء في مكانها بتلقائية دي هزي المفرقة هي اللي بتخلي الواحد يضحك صحيح دايما بيقولوا اي شعر او فنان بيبقى ليه جذور رفية هل حضرتك ليك فعلا جذور رفية ولا من موليد القاهرة لا انا موليد القاهرة يعني انا معجون بتراب القاهرة وعاشق القاهرة وخصوصا الاحياء الشعبية واتربيت في احياء شعبية وهوتي ان انا انزل مثلا الحسين السيدة القلعة عبدين اتمشأ اشوف الاماكن دي اشوف العبق بتاع التاريخ خاصة الايام دي يا سيد يسري اه طبعا اجمال ايام ممكن تتمشى بيها في الحسينة في وسط البلد بشكل عام هو بشهر رمضان المبارك دي بتبقى ايام جميلة قوي وبعدين في الاعياد بقى عشان الشوارع بتبقى فاضية في الايد اه صف فبقوم نازل بقى بتستمتع بقى اه بستمتع بقى ازور الاماكن اللي انا ما ادرش ازورها في الايام العادية نعم انشارع المعز خان الخليلي الحتة الجميلة دي بتاعت زمان نعم طيب بمنحة موليد القاهرة فاعتخد ممكن تكون اكثر حظا واوفر من الشعراء اللي هما بعيد عن القاهرة فبالتالي كلمنا عن مسيرة حضرتك في البدايات ازاي قدرت تقدم نفسك اكتشفت نفس حضك امتى يعني من سن قد ايه واشتغلت على نفسك حتى وصلت يعني اللي قامت ياسر قطامش والله انا يعني ولدت في حي شبرة بس يعني السنوات الاولى يعني مش واي عليها يعني ابتدت مدركي تتفتح لما كنا في حي المنيرة ويعني ابتدت من سنة وكده احب الشعر يعني اي حاجة متنغمة فيها قفية بتلفت نظري ابتدت ودني برضو انا كنت يعني سميها ازاعة من زمان يعني افتح ازاعة مكلسوم كانت تقريبا بتفتح الساعة خمسة وبتغفل الساعة احداشر او عشرة افضل قاعد جنبيها خمس ست ساعات وانا بذاكر اسمع ام مكلسوم عبدالحليم عبدالوهاب فريد حفظت تقريبا الاغاني يعني من اول اول مطلع كده او اول الموسيقى ما تشتغل اقولك دي اغنيت ايه على طول يعني فعندي ودني يعني موسيقية شوية وابتدت بقى اكتب كده اي كلام اه فيه ساجع وبتاع وافتكر انه هو شاعر وافرح به قوي واطلع اجري على مدرسين العربي بتوعي اه اعرض عليهم الكلام ده يعني بيشجعوني كان ليا خالي ممثل فنان كوميدي اللي هو مظهر ابو النجا اللي بيطلع يقولي يا حلاوة ده اللي ارحمه فقلت له يا خالي انا عايز انا بكتب كده حاجات شاعر وبتاع عايز حدي يعني يقولي رأيه فتخيلت انه اعرض على حدي شاعر يعني وكده فلقيته اعرض على الفنان ابراهيم سعفان اللي اعتقد يعني فيه ناس كتير بتذكره اللي كان اشهر ادواره في مصرحية الدبور ما كان طالعا مع ليلى طاهر وابو بكر عزة تقولي انا مرتاح كده انا محسوط كده فاشماء انا ابراهيم سعفان قال لي ده ازهري وده بيصحح لنا اللغة العربية وبتاع ما شاء الله فلقيت ابراهيم سعفان كاتب لي كلمتين كده على الورق اللي انا بعتها او على الاوراق اللي انا بعتها في عشاري بيقول موهبة كامنة ستنفجر قريبا ما شاء الله فالكلام بقى عجبني اوه دافع قوة لحضرتك انفجرت الموهبة بس بعد كده بسنين يعني الحب لله ولما انفجرت الموهبة كان فيه واحد راجل كبير بيحضر معانا في ندوة عريقة اسمها ندوة شعراء العروبة انا كنت اصغرهم سنا كلام ده في اواخر التمانينات فالرجل ده كان اللي ارحمه كان مؤرخ موسيقي وكان تلميذ رياض الصنباطي كان اسمه عبدالقادر صبري وما كانش شاعر هو كان بيتزوق فلما سمع شاعري عجبه جدا فقال لي انا هاخدلك معاد مع عبدالله احمد عبدالله هو ميكي ماوس فانا فرحت ميكي ماوس كان وقتها مشهور يعني بابا تلفزيوني فاخد لي معاد وروحت قابلته فلقيت الراجل ايه قابلني مقابلك وعيسة جدا لان يعني في توصية جديدة من صديق عمره فقاعد يسمع ويدحك وعجب والكلام اللي انا بقوله قوي بس ايه حسيت في نظراتي بالشك والريبة انه هو تخيل ان انا بسرق الشاعر ده من حد اه وبنسبه لنفسي فعايزي اختبرني بزكاء بدون ما يجرحني كويس فعمل ايه بقى قال لي طيب يا بشموعاندز ياسر يا من واحد اللقاء اللطيف الظريف الجميل دوت اه تقدر تقول لي ترتجل بتين شاعر لما قابلتني موضوع الارتجال ده مسهل ومش في اي لحظة الواحد بيقدر يرتجل طبا لكن انا بصت له كده فلقيت ايه طبعا الناس اللي تذكر ميكي ماوس كانت يعني ملامحه بعيدة عن الوسامة وكان بكرشه وشعره اكرت واسمر اللون حواكبه تقيلة وصوته غليز فبصت كده ولقيت نفسي بقول ايه ربنا فتح على بيبتنشي قلت له ايه مراتي مراتي لما تكون هلة او يوم من البلكون طلع تشبه حقيقي لصديقي عبدالله احمد عبدالله اللوومك باب قعد بقى يضحك واخدني بالحضن وايه يعني تأكد ان انا ده شعر انا مش سرق وبقيتنا اصدقاء بقى حتى رحيله يعني وكانت رحلة طويلة انا الحمد لله بدون وسطة ولا اي حاجة قدرت ان انا انشر في كبرات الجرائد يعني في الاهرام في الاخبار في الوفد مجلات كبيرة في الدول العربية المجلة العربي المجلة العربية الفصل ظهرت في الازاعة اولا قبل التلفزيون عملت برامج كتيرة جدا مقامات الحلامة نتيشي وجوحة الغلبان ومراته في رمضان وعملت كمان يعني طلعت بقى في برامج صباح الخير يا مصر برامج كتير على الفضايا طيب انت شوقتنا بقى حضرتك يعني فعايزين نرفع شعار قليل من الكلام كثير من الشعر في هذه الفخرة بتحب تسمح ان هي حضرتك والله بما اننا في رمضان وانتوا قناة زراعية فنتكلم عن واحد من اهم المحاصيل الزراعية اللي هو الفول الفول اللي الناس كلها في رمضان بأساسي في السحور في رمضان والفطار بعد رمضان انا كنت اعمل حاجة اسمها فوليات ايه الفوليات دي مثلا ايه انا بحب عرض الاغاني المشهورة حل بنفس النغمة بس بكلام بقى حلما انتيش فالاغنية الجميلة بتاعت فيروز اعطيني النايا وغني قلت ايه اعطيني الفولة وغمس اعطيني الفولة وغمس انني اهو المدمس انه اوفى صديق مخلص لو كنت مفلس اهو قال لي حوح صديقي حوح ده الحمار يعني بس بدا اللعب قال لي حوح صديقي وهو في اذني يهمس خفف الفولة وإلا عن قليل سوف ترفص جويل جدا فيه برضو عن الفول قلت ايه بالفول تحلو حياتي هات المدمس هاتي ولا تقول ان بطني تشكو من الآهاتي فالفول احلى غذاء لزوجتي وحماتي والاكل منه يقوي عزيمتي وسباتي لا لست انساه يوما حتى تحين وفاتي والحياة الزاسر يعني دايما مش بس كمان الشعر اللي ساخر او الشعر اللي حماتيش اي كلام او اي فن فيه يعني يروح الفكاهة بيلمس قلب المستمع والمشاهد قوي فده يعني من وجهة نصحك كفنان وكشعر ليه هذا الامر والله بص حضرتك يعني دائما الحاجة اللي بيبقى فيها موعزة او نصيحة او وعزة او كده الناس بتأنف منها ممكن يسمع كمجاملة لكن ايه يعني ما بتأثرش فيه لكن لما انا اتناول اي قضية وانتقدها باسلوب ساخر حتى لو هو بيمارس سلوك مثلا مش كويس بس انا ما انتقدتوش مباشرة انا منتقد الظاهرة دي او السلوك ده باسلوب ساخر وفكاهي وممكن يضحك ومن خلال ما هيدحك النصيحة او الرسالة هتبصله ويبتدي يغير نفسه بدون مجرحه وبدون ما اقول له نصيحة او موعزة او يعني كده يعني انا بذكر قصة طريفة عن رئيس جمال عبد الناصر انا عامل كتاب ايه اسمه ساعة القلبك مع جمال عبد الناصر كويس ليه ساعة القلبك اللي هو البرنامج الشهير اللي كان نبني اسمعه زمان بتاع الخواجة بيجوا ابو لامع وفقاد المهندس كان السبب ان انا سميت اولا الكتاب كده ان انا واخد جانب خفي في حياة عبد الناصر اللي هو الجانب الانساني المرح كانت اخلاقه ايه عاداته تقاليده بيحب ايه في حاجات مرحة في حياته وكان بيحب النكت كلام كتير كده يعني فاكتشفت ان برنامج ساعة القلبك كما طلع في نهاية الخمسينيات جاءت تقارير سرية لرئيس عبد الناصر ان هم عايزين يوقفوا البرنامج فيجاب المسؤول وسأله انتوا عايزين توقفوا البرنامج ليه قال له عشان بيقدم نمازج رضيئة وسيئة زي الفشار والرغاية فعبد الناصر ابتسم وقال له طمحنا اذا ما كناش نضحك عن نمازج دي ونترع عليها وما لا هندحك على مين فرفض ان يوقف البرنامج وقال له انا بشوف البرنامج باسمع البرنامج ده وبيعجبني ما شاء الله واكتشفت ان عبد الناصر كان في شبابه ايام ما كان خاطب السيدة تحية كان بيبقى حريص ان هو هياخدها في فترة الخطوبة ويروح اتفرقه على كش كش بيه لو انا جيب الرحالي وعلي الكسار ولما علي الكسار مات لإيد برقية من رئاسة الجمهورية في عذابه وبعت مندوب رسمي عن رئاسة الجمهورية لحضور العذاب بتاع علي الكسار وكان بيحب اسماعيل ياسين يعني انا بقول ايه الهدف ان اي شخصية مهما كانت عظيمة او كبيرة او شخصية يعني مهيبة ومهابة بتلاقي فيه اعماقها برضو صحيح حتة المرح طبعا والكلام ده انا مطبق يعني مش شبابه احنا بضبعة الشعب المصري والله يا سيد ياسر الشعب يحب الفكاهة ويحب الضحك ويحب البهجة عشان كده دايما الشعر لما بيلمس او اي نوع من نوع الفني لما بيلبس هذا اللون اللي فيه بهجة وبيدخله على المستمع او المشاهد فبيلقى اعجاب الكثير انا اكتشفت ان فيه شخصيات يعني ما كنتش اتخيل ان هي لها في المرح والفكاهة لما بحست ونقبت لقيتهم ليه يعني بيحبوا المرح والنكت والافشات صحيح منهم الزعيم سعد الزغلول زعيم صورة التسعتاش الشيخ محمد عبدو عباس العقاد وكتير صحيح محمود المليجي اشهر يعني المسلين اللي قدموا ادوار شهر وادوار جامدة من اكتر الناس اللي كانوا بيحبوا الفكاهة والضحك بالشهاد الزمال اللي كانوا قعدوا في مجلسات كلها يعني كان بالمناسبة برضو ان في مجلة كان اسمها الستوديو المجلة دي كانت في الخمسينات فكان انا باعتبار ان انا مد من قراءة مجلات قديمة وجرائد قديمة فالمجلة دي عندي منها مجلة كامل في الخمسينات فكانوا بيعملوا باب كل اسبوع كده عن ايه اطرف يعني اطرف النقط او احلى النقط وكانوا بيجيبوا الممثلين كل ممثل يقول النقطة اللي عجبته نعم يجيب لك مثلا محمود المليجي فريد شوقي زاكي طوليمات امينة رزق كل واحد يقول النقطة اللي عجبته فبالمناسبة افتكرت نقطة كان دحكت محمود المليجي في الوقت ده وكان كاتبها في المجلة لسه اريها قريب بيقول له بيقول النقطة اللي دحكته ان فيه واحد بخيل ما دفعش المصاريف بتاع المدرسة لابنه ففضل يأجل طب الاسبوع الجاي الاسبوع اللي بعده مش هان عليه طلع الفلوس لغاية لما ايه فصلوا ابنه من المدرسة فصل فجاءت مراته ولاقيت الوقت جاي الصبح قال لها ده فصلوني دخلت لقيت ابو نايم فقعدت صحيح قول له قوم يا راجل ابنك فصلوه فقال لها فصلوه كام دي كان من النقطة اللي ايه اللي انا لسه اريها قريب يعشان كده تذكرت اما بتقول لي محمود المليجي اه طبعا رحمة الله كلهم كانوا زرافاء على فكرة يعني كلهم سراج مونير حسين رياض كل الجيل ده كان زرافاء والاعداد لما قال لي الفقرة اسمها شعراء لكن زرافاء قلت ايكيد لازم طبع البهجة يغلو ما زي الفقرة يعني لو تحمل فعلا العنوان ده فحابين برضو نسمع من حضرتك لازم نستغل وجودك معنا النهار والله انا يعني كتبت كتير مش عارف هال اختار لحظك حبو يعني احنا محتاجين ان نستمتع بشعر حضرتك النهار انا عامل حاجة اسمها ايه منامنمات خطميشي بالفصحة والحلمانتيشة اياه ميش ايه المنامنمات دي انا خلال مسارتي في شعرية اكتر من 30 سنة ما شاء الله اول ما بتديت اعملت ديوان اسمه قدمت للحب استقالي والشيء العجيب ان انا كنت صغير كان عني تلاتين سنة. ازاي ابتدت بقدمت للحب استطالة معرفش. طب دلوقتي اخبره ايه? لا دلوقتي عملت ديوان اسمه مين يشتري الحب مني. اتغير طالبا وطالبا يعني. كان المفروض العكس. ايه صحيح. انا يعني ابتدت بشعر قوي ورصين وشعر فصحة. ما كنتش متخيل ان انا بقى شعر حلما انتيش يعني. وكانت خصائد بتاعتي ايه? كنت طويل النفس تلاتين بيت اربعين بيت خمسين بيت. اي شاء الله. بعد عدة سنوات يمكن عشر سنين اكتشفت ان القصائد طويلة محدش لا هيقراها ولا هيسمعها والناس بتتملمت. فعملت حاجة اسمها ايه? من قصار القصائد. ما تيسر من قصار القصائد. اللي هي قصيدة تبقى خمستاشر بيت عشر ابياد. بعد فترة اكتشفت برضو ان الناس عايزين حاجة زي برشامة بقى كده. اه حاجة بسيط. بيتين تلاتة. فعملت بقى المنامنمات دي. فمن ضمن المنامنمات مثلا في منامنمه اسمها كارت شحن عاطفي. بقول ايه? يعني ليه الناس دايما بتبقى حريصة ان هي تشحن موبايل وتخافي يفصل شحنه وما بتشحنش قلوبها بالمشاعر الجميلة. صحيح. ولو كل شهر مرة. مين بيبيع الكروت دي يا روزة زيزة? اه. اجيب لك كارت شحن. يا ريت كارت بقى الف ممتازنة كارت بمية. انا بقول ايه بقى? شحنت القلب. شحنت القلبة ثم طلبت حبي. وما للحب ارقام صحيحة. ولو ان الفؤادة كما موبايلي لكنت الان غيرت الشريحة. دي حاجة. حاجة تانية برضو بقول ايه? اه. لست اخفي عنك سرا. لم يعد عندي رصيد. خربشي قلبي برفق واشحنيه من جديد. برضو بقول افضل افضل شكسبير وعصر هاملت. تمام. واكره عصر محمول وتبلت. او الله. لذاك اعيش في زمني غريبا كأني عجة او بيض املت. في حطة عاطفية برضو سخرة كده. ليش. اه بقول اقول اقول لها لانت كما الفراشة. اقول لها لانت كما الفراشة. وفيك من الازاهير البشاشة. اه. فتفتحكم بيوترها وترنوا وتتركني محملقة بشاشة فأتركها لتبحث عنه يامي فتتركني لتبحث عن فلاشة طيبك يعني بتتنوى للواقع فعلا والله أنا يعني ما من شيء عشته إلا وكتبت عنه جميل جدا وأنا أكره مقولة إن الشعر يكتب للخص لا دي مقولة أنا ليه يامي التحفز عليها ألف تحفز الشعر يكتب للخصة والعامة والشعر اللي يقدر يوصل للإنسان البسيط العادي هو ده الشعر الناجح يعني أنا مثلا مواضيع الفيسبوك دي كتبتها في شعري نيولوك كتبت عنه في شعري التوك توك أي ظاهرة جديدة طرأت على المجتمع طرأت على المجتمع ولا أجد أي غضادة في أن أنا أدخل بعض الكلمات المتدولة يعني أصلا لما أجأ أدخل كلمة فيسبوك يعني هقول إيه ما هي دي الكلمة اللي إحنا متدولة نيولوك هي الكلمة المتدولة صحيح لا ده في حاجات تانية دروقتي متدولة أصعب فيه أنا يعني بتابع وبعدين إيه اللي بيديني نبض الشارع ولادي يعني ولادي أم أعفادي لسه صغيرين لكن ولادي برضو في سن الشباب فبيدوني نبض الشارع بعرف منهم الشباب بيفكروا بإيه بيتكلموا في إيه إيه الألفاظ المتدولة تماما القضايا اللي بتشغل رأيهم وبحاول أترجمها بقى الشعر طيب على ذكر الأولاد لما نقول للشعر ياسر أطامش لازم نتذكر برضو الشعر الشاب عمر أطامش ويمكن عمر أخد فترة فعلا كان طاغع على السحة بشكل كبير استقطفها كبيرة جدا من الشباب العشقين لشعره اللي ماشي على نهج حضرتك الحقيقة فين عمر أطامش وأنا على معرفة زي ماك قلت لي إن كنت داعم لي وكنت مشجع لي وعلى قرابة كمان بوسرته لا هو عمر موهوب وبعدين هو متعدد المواهب يعني هو شعر ومخرج مصرحي وممثل وبيؤدي أداء كويس يعني كمان لما بيجي يلقي الشعر بيلقيه بجميع جواره بجميع مشاعره لدرجة يعني أنا تنبأت له بالمستقبل دوت منه هو لسه كان يعني في الجامعة ماشي الله كنت أهدته بعض مؤلفاتي لقيته حفظها يعني كنت مديله ديوان اسمه القلب في ورطة بين ليلة وبط فلقيته حفظ ديوان وبيلقيه بطريقة جميلة والقلب اختار ليلة ولا بطة بعد كده يعني كنت محتار بينهم بس اخترت بطة عشان إحنا في رمضان والبط ببعا حلوة السمة الغريبة على المائدة المصرية هو البط دلوقتي لا لا لما لقيت كده بقيت حريص ان انا يعني اشجعه كنت باخده معايا في ندوات كنت باعقد ندوات في القبرة وفي ساية الصاوي وفي اماكن متعددة وكنت بفضل ان انا قدمه يقول شعري يلقي شعري بدلا مني لان انا يعني الحمد لله انا القاي معقول كويس بس كان هو بيتفوق ان هو بيمثل وهو بيلقي فاخدته معايا في عدة برامج وكان فيه برنامج عملنا بالمناسبة شعراء لكن زرافاء برضو على مع الاستاذ حمد الكنيسي من زمان كانت 2007 قناة البوادي اتلاقيه على اليوتيوب فاخدت معايا برضو عمر عمل معاهم حلقتين تقريبا لتدعمت الحياة بكل قوة اه كنت فخور بيه جدا 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 ودي حاجة جميلة لما تلاقي الاستاذ يدعم تلميزه دي حاجة يعني ممكن نقول بقت محدودة شوية اليومين دول لا هو انا يعني انا مجيل القديم اللي بحب ايه يعني الحمد لله اتربط على العطاء يعني احب ان انا الانسان ما بيكبرش لوحده بيكبر بالناس اللي معايا بيكبر بالحواليه صحيح فمش عامري بس يعني اي حد حتى لو مش قريبي او كده والتقيت بيه في مكان وتعرفنا ولقيته ان هو موهوب سواء كان رسام او مطرب او شاعر بحاول بكل ما قطيته من قوة ومن علاقات ان انا ادعمه وساعده يعني جميل جدا ستاسر لما نقول الشعر اللي حمانتيش في بداية حضاك كانت فصحة فيعني يريد تعرف المشاهد ايه الفرق ما بين الاتنين ايه واركان الشعر سواء اللي باللغة العربية الفصحة او باللغة العامية او المزيج ما بين الاتنين هو دلوقتي مدارس الشعر الاصلية شعر فصحة شعر عامية ايه اللي هو اساسا افضل اقول الزجل اكتر من شعر العامية الشعر بقى الحلمانتيش ده لما ظهر من حوالي مئة سنة اللي ابتكروا او صاحب يعني هذا النهج الجديد في الشعر كان شعر قديم اسمه حسين شفيل مصري طبعا الراجل ده في العشرينات كان بيكتب في مجلة اسمه الفكاهة كل اسبوع قصائد بعنوان المشعلقات على وزن المعلقات او المشهورات على وزن القصائد المشهورة فعلى سبيل المثال مثلا كان كتب عن زوجته في رمضان بيقول ايه اظن الولية تزعل نتن اظن الولية كلمة الولية طبعا بيدعي الفصحة دي عامية بس هو بيطعم الفصحة بالعمية ويعني هي جافة في محلها يعني بصراحة يعني المفارقة بتؤدي للضحك بقى زي ما قلنا اظن الولية تزعل نتن وما كنت اقصد ازعلها اتى رمضان فقالت هتولي زكيبة نقل فجبنا لها النقل اللي هو الجوز والمكسرات وكده اتى رمضان فقالت هتولي زكيبة نقل فجبنا لها وجبنا صفيحة سامن وجبنا لوازم ما غيرها طالها ومن قمر الدين جبنا ثلاثة لفائف تتعب شايا لها فقل لي على ايه بنت اللزينة بتشكي الى اهليها حالها دي بتمس كل الاسر المصرية حاليا فهو الراجل يعني ايه كان دمه خفيف وبعدين متمكن قوي من اللغة الفصحة ومتمكن من العمية لان عملية المسج دي ازا ما جاتش بتلقائية صحيحة واحد يكون متمكن بتبقى دمه تقيل صحيحة الحقيقة يعني الوقت ان ما احدك بيجري بسرعة وعايز اختم احدك بحاجة كده جميلة برضو من اختيارك تقدمها للمشاهد الكريم والله كان فيه قصيدة اسمها شينية الشعر الصعلوق مين الشعر الصعلوق ده العبد لله الصعلوق زمان ما كانش هو الصعلوق بمعنى دلوقتي اللي هو الصعلقة زمان اللي هو كان بيبقى متمرد على القبيلة ورافض للتقاليد وبتاعه عايز يعيش كده بحريته المعترض يعني ده لكن مش الصعلوق يعني حقير يعني الشينية لان هي قصيدة قفيتها الشين نعم فبقول هي قصيدة عاطفية حلمانتشية تمام بقول تعالي الي كفاكي تناشا ففي القرب منكي ازيد انتعاشا تعالي تعالي وقولي ولا تخجلي هل اسمك ميمي ام اسمك راشا وهل انت لحم ودم واني اظنك من ملبن او بغاشا الله فقالت يا سم اختشي يا سقيل فدادي وزير وجد يباشا واني اراك لحوحا سخيفا فمن انت قل لي ولا تتحاشا فقلت اذا كنت لم تعرفيني فذلك امر يثير اندهاشا فجدي قطامش كان اميرا ويسمع انصاح قوما تراشا وما كان يركب الا الخيول ويركب من تبعوه الجحاشا وتاريخه في الجبر تقرائيه لكي تعرفي كيف مات وعاشا ولكنني لا احب التباهي بماض بمجد تولى وماض تلاش الله الله كلام جميل والله يا سيد سربحي حضرتك واتمنى يا رب ان دعمك يكون مستمر للشباب الشعراء مش بس كمان المعاشقين للشعر اللي حنا ملتيشي ولكن كل الالوان الاخرى من الشعر رسالة كده اخيرة تقدمها لكل الشعراء الشباب تحب تقولهم ايه خاصة في بداية مساريتهم ايفانا يعني في بداية مساريتهم بقوله يعني بقول للشباب يعني ما تخترش بموضع الفيسبوك والحاجات دي لان دلوقتي للأسف اي واحد بيقوم فتح له دكان كده على الفيسبوك ويلم شوية اصدقاء ويهللوله وبتاع التهليل ده بيبقى خادع وايه الجمال ده وايه الحلاوة دي والله صحيح فلابد ان انت يكون عينك على الاصالة عينك على الشعر بالقديم عينك على اللغة لابد ان انت تحضر ندوات تعرض شعرك على مختصين نقاد وناس مختصين في الاشعار يعني مش اي كلمتين يترسوا كده ويقولولك الله جميل يبقى خلاص انت بقيت شعر كبير يعني نعم فاحنا ما كناش كده احنا ياما ياما تحطمنا يعني انا تحطمت عدة مرات وانا في البدايات وكل مكتب ييجي ناقد يمسكني ايه يقوم لساني كلمتين يعني احس باكتئاب ويأس واهجر الكتابة قليلا اصدقى ندافع انك انت تكمل المسيرة بطوة اهجرها واقعود اقوى مما كنت تركتها يعني مرة في مرة في مرة انا اذكر برضو معلش قصة اخيرة انطاع حسين لما انتقد ابراهيم ناجي شعر الاطلال في بداياته انتقد نقد قاسي جدا جدا وقال ده لا يصلح ان يكون شعر ما معناك يا ده يعني فلما ناجي اشتهر وكبر وبقى شعر عظيم وجات بعد وفاته امه كلسوم غنت ليه الاطلال فبسأله بقى طاع حسين كان ناجي توفع يعني قالوا له انت زمان كنت قاسي جدا على ناجي وقلت لدرجة ان لو واحد تاني كان ساب الشعر وما كانش بيكتب فطاع حسين قال لهم رد يعني لطيف جدا بيقول لهم انا لولا قصوتي عليه ما معناه يعني لولا قصيت عليه وحطمته كده فرجع اقوى من مكان يعني لكن لو طبطبت عليه وقلت له كويس كان هيغتر وما كانش شعبي ما تزعلش من اللي بكك وما تفرحش بالضحكك وما تزعلش من الضبط وبعليل شعبي حقيقي مش شأمي يعني ليس من السهل ان انت تتحطمه يعني هو حاسس انا كنت حاسس بان جوايا حاجة صحيح ومصر على ان الحاجة دي صحيح هذا اللون الجميل من الفن من هذا الشعر الحلمانتيش محيي حدك جدا نجازر شعورتين يا فن أنا محييك والسلام طيبين ويعني رمضان كريم محييك طيب يا فن نلتقي دايما على خير يا رب دايما شكاليك شاعر ساخر الجميل وساز ياسر وطمش نورتين يا فن بكل شكرا التقدير لحضرتك ولسا مكملين معاكم مشاهدة كرام بعض الفاصل فقرة أحوالي أخرى من الليالي رمضان انتظرونا موسيقى